في أبرز تطورات الاقتصادية الأسواق فارغة من المتسوقين وسحات المطاعم خاوية من الزبائن هكذا وصف تجار منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حال الأسواق بعد قرارات الحكومة لتشجيع السياحة الداخلية وقبيل حلول عيد الأضحى لتواصل الحركة التجارية تسجيل مستويات متدنية وفق ما رصدت كاميرا رؤية لأراء تجار نتابع نحن الآن بوجه عيد دخلين على عيد دخلين على موسم سياحي للسياحة الداخلية وكل السياحة الداخلية بيجوا بتبضعوا وبشتريوا بضعتهم من العقبة لأنه احنا معروف العقبة هي منطقة اقتصادية خاصة فنتمنى من الحكومة أنه إجراءات بس اللي هي دخول العقبة تخففها على المواطنين الحم ما إلو دخل في موضوع السياحة الداخلية الحركة معدومة إحنا هنا قاعدين لا في لا شغل ولا أشي الوضع رائق على الآخر الوضع نايم نايم بالنسبة وم للمحلات بس عنا كل التجارة بتشكي إنه ما في أوضاع بالمرة حتى ما في إقبال للعيد ما في تسوق للعيد إنه الواحد يجي يشتري كالعيد وكذا ما في الأوضاع بالمرة تعباني بالمرة بالمرة ولا لا في حركة شطة بالعقبة بقولك العقبة ما بفوت لا بفحص طب إحنا العقبة شغالين على اللي برة أي أساس أنت بتعمل إجراءات ما بتخلي المواطن يفوت عقبة طب ما هو المطعم مش إجباري صار هيك إجباري العقبة شطبوها وشلن ما فيها ولا محل بيشتغل أتحدىك سوق كامل إذا بيطلع كهربته أنا أتحدي كل تجار الأردن بالذات العقبة العقبة بتشكي وين الإجراءات الاحترازية الحكومية الحالية يعني صعبت الموضوع الشوي على القطاع التجاري يعني الناس بطلت تنزل خاصة إحنا هسا موسم عياد وموسم سياحي وإن شاء الله نتمنى من الحكومة نتخفف هذه الإجراءات